تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 هنا تجيكم مني أنا محمى العواد كل يوم ثلاثة ومذكركم كالعادة تشتركوا بقناة سيلفي سبورت قبل أن نبدأ السرد واحدة واحدة حلقة اليوم عن اللاعب بتمنى كل البرشلونيين يرجع هذه الأيام قلب الأسد القائد كارلس بيون حلقتنا اليوم ما حنتكلم عن مباريات كارلس بيون حنتكلم عن خمس مواقف رائعة شجاعة من هذا اللاعب قلب الأسد له خمس مواقف لازم يتذكرها الجميع الموقف الأول نهائي دور أبطال أوروبا 2011 واحد من النهائيات اللي برشلونة فيها كان فارق كثير عن منافسه مانشستر يونايتد في ذلك اللقاء النتيجة 3-1 الدقيقة 88 كارلس بيون كان احتياطي إيريك أبي دان كان أساسي إيريك أبي دان كان عائد زي ما هو معروف من علاج من مرض السرطان وكان يلعب هاي المباراة أساسيا في النهائي رغم أنه أول ظهور أوروبا في ترك البطولة كان في نصف النهائي أمام ريال مدريد عائد جديد مقاتل ناجي من الناجين من المرض اللي بنسأل الله يخلصنا منه جميعا دخل بيون وكان مفروض ياخذ شارط القيادة لكنه رفض يستلمها من تشافي وعطاه لأبي دان عشان لم يفوزوا يحمل أبي دان الكاس في إشارة إنسانية فازت بقلوب الناس زي ما برشلونة فاز بدور الأبطال في تلك النسخة وفي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2013 كان ريال مدريد عم يلعب مع برشلونة جمهور ريال مدريدي بيلقي بيولاعة على بيكين بيكين بيمسك الولاعة وبروح يحتجه وبدو يعمل الجدل اللي هو كان بتعود عليه بيون ضربوا على إيده تقريبا وقالوا لا لا إلعب وركز زيت لي ياه بره وركز وكتبت إحدى الصحف مش ذاكرها بالضبط ما معناه بيون يعلم بيكين كيف يدافع كرجل وفي عام 2012 برشلونة طبعا كان بعزوا بقوته وكان عم يلعب مع رايو فليكانوا المهدد بالهبوط في مباراة انتهت بسبعة سفر تيألوا أل كانتارا سجل الهدف الخامس ذهب هو وآلفس وبدأوا يحتفلوا بطريقة أوفر على إنه يكون احتفال الهدف الخامس راح بيون منحهم من هذا الاحتفال وذكرهم أنه الفريق اللي بيلعبوا ضده مهدد بالهبوط وجماهيره عم بتشوف فريقه بينهار عم بتشوفه يهبط فشو الفايد وشو البعنى أنك تحتفل بالهدف الخامس بهذه الطريقة المستفزة خلى أبي دال يحمل الكأس من على عبيب من الاحتفال وطلبك بالتركيز لكن توصل الأمور أنه يقدم كأس للخصم ويقوله تعالي رفع الكأس معي لا هادش كثير من بيون بس هذا اللي عمله في كأس إخوان جامبر 2010 لما جاء رونالدينو لعب مع ميلا ضد برشلونة في تلك البطولة اللي انتهت بركلة الترجيح لصالح برشلونة جاءت لحظة التتويج فاجأ الجميع بيون أنه بيدعو رونالدينو يوقف معاه على منصة التتويج ويرفع كأس إخوان جامبر كأنه فائز فيه في رسالة مهمة جدا أنه رونالدينو بالنسبة لبرشلونة قيمة مهمة بالنسبة لبيون قيمة مستحيل ينساها فهم الاثنين مع بعض قاتلوا في بناء برشلونة ذهبي ما بعد ذلك أما الموقف الخامس فهو حديث جدا 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 لأن الميسي لما طلع بعث الفاكس وطلب يرحل معظم اللاعبين عملوا حالهم مش موجدين معظم اللاعبين كتالونيين سكتوا محدش أخد موقف الجميع إما خاف منه يخسر علاقته بالإدارة أو خاف يخسر علاقته بالجمهور لأنه لسه مش عارف موقف الجمهور ما بتكلم عن اللاعبين الحاليين ما بتكلم عن السابقين لكن بيول من الناس اللي تقدموا ودعموا وغرد وقال له ببساطة كل دعمي إلك يا ليونيل ميسي أنا معك رسالة أيضا تؤكد أنه هذا البيول كان عنده قيم كان عنده شجاعة مختلفة عن كثير من اللاعبين شي بخلينا نفهم شو فقط برشلونة بخروج قلب الأسد شو فقط برشلونة بخروج قائده بخروج اللاعب اللي كان فهم من كرة القدم أكثر مجرد مرر وسدد كان فيه عواطف فيه مشاعر فيه إنسانية هي اللي بتكمل هاي اللعبة وهي اللي بتفرق مع الفرق لما تيجي بداية النهار وهي اللي بتفرق مع الفرق في اللحظات الصعبة نوصل هنا نهاية حلقة توب 5 كنت معكم أنا محمد عوات ضروري التابعوني على قناة سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله